السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا أبنائي اليوم إن شاء الله مع بعض نستكمل مراجعة للفصل التاسع عندنا إن شاء الله بنكون بهذه الصفحات رح نحل جميع إن شاء الله التمارين اللي موجوده عندنا في المهارات والأفكار العلمية وأيضا في نموذج الاختبار ننطلق مع بعض بالسؤال رقم ثمانية السؤال شي يقول ألخص أذكر ثلاث خواص للجسم يمكن قياسها باستخدام أدوات قياس معيارية ملوحدات المعيارية التي استعملها لكل منها نحن قلنا عندنا أدوات نتعرف من خلال هذه الأدوات على خواص المواد ونستطيع أن نستخدمها في القياس منها بالطول الطول صفة موجودة في بعض الأجسام طيب كيف أنا أستطيع قياس الطول ما الأدوات التي أستخدمها لقياس الطول أحسنتم أستخدم مثل عندنا الشريط المتري أو المسطرة طيب ما الوحدة المناسبة في استخدامها يعني لما أقيس أنا كتاب وأقول طول الكتاب 20 20 ماذا؟ أحسنتم نقول 20 سنتيمتر لما أنا أقيس طول مثلاً الثوب أقول طول الثوب 100 سنتيمتر طيب نجي لي الأداة الثانية لتقيس الحجم عندنا حجم السوائل نقيسه بماذا؟ أحسنتم بأدوات خاصة نسميها أوعية قياس طيب أوعية القياس بماذا تتميز؟ أحسنتم تتميز بتدرج عندنا الأرقام كاس وفيه أرقام متدرجة طيب لما نسكب السائل داخل هذا الوعاء ويصل إلى حد معين مثل عندي هنا 400 أقول له 400 إيش؟ هل أقول له 400 سنتيمتر؟ أحسنتم لا طيب ما هي الوحدة اللي أطلقها على الحجم ممتازين نقول في حجم السوائل 400 مليلتر مليلتر طيب نجي لي الوحدة الثالثة طيب اللي هي الكتلة لو كان عندي جسم أبغى أقيس كتلته أقيسه بماذا؟ أحسنتم نستخدم الميزان ذو الكفتين وأستخدم وأستخدم معاه كتل هنا نشوفه كتل معيارية تقيسلنا كتلة الأجسام طيب الكتلة أقيسها بماذا؟ أحسنتم الوحدة المناسبة لها ما هي؟ أحسنتم الجرام أو الكيلو جرام الجرام للأشياء الصغيرة يعني مثلا قلم زرار ريموت والكيلو جرام لما تكون عندي الأجسام كبيرة إذن هذه الوحدات لقياس أو لمعرفة خواص المادة نروح للسؤال رقم 9 كتابة وصفية أكتب وصفا مختصرا للمادة الصلبة والسائلة والغازية مستخدما الرسوم التوضيحية للجسيمات للجسيمات أو نقول لها الجزيئات اللي بداخل المادة طيب إحنا عندنا ثلاث مواد كيف تكون الجزيئات في المادة الصلبة؟ أحسنتم تكون متماسكة متراصة متلاصقة المسافات بينهم تكاد تنعدم وحركتها في مكانها فعشان كذا يبقى الجسم متماسك الجسم الصلب يبقى الجسم ثابت شكله طيب كيف تكون في الحالة السائلة كيف تكون الجزيئات؟ أحسنتم بينهم مسافات طيب المسافات هذه اللي بين الجزيئات اللي بين الجسيمات تسمح للجسيمات بماذا؟ أحسنتم تسمح للجسيمات بأنها تتحرك أكثر حركة من المواد الصلبة فعشان كذا إحنا نشوف أن السائل ينساب أو ينسك إذا سكبنا ينساب يسيل فبعض المواد السائلة تسيل بسرعة وبعض المواد السائلة تنساب ببطء تسيل ببطء مثل الشامبو ومثل العسل ومثل الحليب المركز طيب نجي الجزيئات المادة الغازية كيف تكون جزيئاتها؟ أحسنتم تكون جزيئاتها متباعدة ما يحبون بعض ما يبغون بعض في تباعدون وتكون حركتهم أقوى أو أسرع من الجزيئات في السائلة لذلك الغاز لما نفق البالون ماذا يحدث للغاز؟ أحسنتم يتطار ينتشر يبتعد مو مثل الجزيئات في السائل يسيل لأن في بينهم مسافات قليلة مما يجعل إيش؟ أن الجزيئات يصير في بينهم تماسك هذا بالسائل بس بالغاز لا الجزيئات تتباعد عشان كده نشوف الدخان لما يطلع من الشوا ينتشر البخور في البيت لما نبخر إحنا ويحترق العود حق البخور الدخان اللي يطلع منه ينتشر في أرجاع البيت تعالوا نشوف عندنا السؤال رقم عشرة يقول أقيس ما الخطوات أو ما خطوات قياس كتلة جسم ما باستعمال الميزان ذو الكفتين نستخدم نستخدم الميزان ذو الكفتين في الصورة اللي أمامي عندي هنا أرنب مصنوع من معدن وعندي هنا أرنب مصنوع من السفنج أيهم أكبر كتلة الأرنب اللي مصنوع من المعدن أو الأرنب اللي مصنوع من السفنج أحسنتم الأرنب اللي مصنوع من المعدن طيب لماذا كيف عرفنا لأنه رفع الأرنب الآخر فيصير هذا أكبر كتلة من الأرنب الأسفنجي إذن هذا اللي المقارنة نستخدمه إذا كنا نستخدم نعرف كتلته نقيس كتلته فنضع الجسم اللي نبغاه مثلاً تفاحة قطعة تفاحة نضحها هنا في الجسم الآخر ماذا نضع؟ أحسنتم الكتل المعيارية اللي عندي هنا أضحها في الكفة الثانية حتى تتساوى إذا تساوت أقول كتلة التفاحة مثلاً خمسين جرام طيح ننتقل بعد ذلك للسؤال رقم 11 شي يقول التفكير الناقد يمكنني أن ألاحظ الحالات الثلاثة أو الثلاثة للمادة في السيارة وضح ذلك هذه السيارة فيها الحالات الثلاث طيب لو جينا للحالة الصلبة أو للمادة الصلبة وين المواد الصلبة في السيارة؟ أحسنتم الهيكل هيكل السيارة المصلمة من الحديد الإطارات الأنوار كل هذه مواد صلبة ليه أطلقنا عليها مواد صلبة؟ أحسنتم لأن شكلها ثابت طيب نروح نشوف معنا المواد السائلة بالسيارة وين تكون مواد السائلة بالسيارة؟ وين نشوف السائل بالسيارة؟ أحسنتم البنزين لما نعبيه الوقود البنزين أو سيارات الشحنات الديزل وغيره أحسنتم الزيت لما نعبيه سيارة زيت أو ماء عشان المساحات تمسح أثناء المطر أو أثناء الاتساخ إذن هذه مواد سائلة موجودة عندنا بالسيارة طيب نشوف الحالة الثالثة المادة الغازية وين تكون؟ أحسنتم في الهواء اللي موجود عندنا في الإطارات أو الهواء اللي موجود عندنا داخل السيارة طيب نجي نشوف السؤال رقم 12 التفكير الناقد عند السوعات صخرة وكأس قياس وقليل من الماء كيف تستطيع سعاد قياس حجم هذه الصخرة سعاد طالبة عندها هذا الكأس وفيه ماء وعنده هذا الصخر كيف تستطيع قياس حجم هذا الصخر أحسنتم تضع الحجر بداخل الكأس طيب ماذا سنلاحظ على الماء؟ أحسنتم يرتفع الماء ارتفع ما هو سبب ارتفاعه؟ تزين أن الحجر أن الحجر سرب داخل الكأس طيب كيف استطيع حساب الآن حجم الحجر أحسنتم لازم أكون قراءة قراءة الماء قبل قبل ما أحط الحجر في الكأس يعني أعرف الماء إلى وين واصله إلى حد كم فكانت عندنا في الكأس واصله إلى حد 350 ملي ويوم وضعت الحجر ارتفع الماء إلى هذا الحد كم هو؟ ممتازين وصل إلى 500 ملي طيب كيف أقدر أحسب الفرق؟ بعملية الطرح أقول 500 ناقص 350 يساوي 150 ملي هذا حجم الحجر لأنه هو الذي تسبب لنا في رفع الماء هذه الطريقة سويها في حساب الأجسام الذي غير منتظمة يعني لا أقدر أقل لا طول ولا عرض مثل عندي الحجر مثل عندي الصلصال مثل مثل هذه المواد طيب نروح نشوف سؤال رقم 13 يقول كيف يمكنني أن أعرف ما بداخل كيس ورقي هذا كيس ورقي كيف أعرف اللي بداخله لونه بني من دون النظر إلى داخله بدون ما أفتحه وأشوف ما بداخله كيف ممكن أعرف أحسنتم ممكن أعرف بالتعرف على بعض خواصه المسل مثلا إذا كان كروي أقول ممكن يكون كورة طيب أشم رائحته يمكن يكون فيه غذاء أكل فنعرف من خلال الخواص الصفات اللمس الرائحة الحجم طيب شوف السؤال الذي يليه 14 فيما يتشابه عندنا السؤال رقم 14 فيما يتشابه الجسمان في الصورة التالية هذه الجسمين عندي قطعة ألمانيوم وقطعة ذهب سبيك الذهب وفيما يختلفان يقول أعطني التشابه بين هذه الجسمين وأعطني كذلك الاختلاف نأخذ التشابه بماذا يتشابه هذان الجسمان أحسنتم كلاهما صلب الألمانيوم عندي مادة صلبة تحافظ على شكلها وحجمها وأيضا قطعة الذهب أو سبيكة الذهب مادة صلبة تحافظ على شكلها وحجمها تشابه آخر ممتازين كلاهما يتكون من عنصر واحد المادة اللي عندي هنا اللي نشوفها هذه تتكون من عنصر واحد اللي هو عنصر الألمانيوم والذهب هو عنصر واحد احنا قلنا في درس العناصر انه بعض المواد تتكون من عنصر واحد مثل الذهب مثل الألمانيوم هذا عنصر واحد لوحده وبعض المواد تتكون من عنصرين قلنا مثل ماذا احسنتم مثل الماء تتكون من أكسوجين ومن هيدروجين وبعض المواد تتكون من ثلاث عناصر في اللي موجود عندي هنا المادة يتتكون من عنصر واحد طيب هذا التشابه طيب الاختلاف في ماذا يختلفون فيش يختلفون أحسنتم يختلفون في الشكل يختلفون في اللون يختلفون في الحجم يختلفون في القساوة يختلفون في الملمس يختلفون في الاستخدام نحاول نتناقش أنا والزملائي في الفصل أو في البيت أنا وأخواني وأقاربي وأطلع الفرقات وأيضا التشابه نشوف السؤال الذي يليه يقول صواب أم خطأ لا يمكن قياس الهواء يقول الهواء ما نقدر نقيس كتلته مثلا هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أفسر إجابتي الهواء اللي بداخل البالون يشغل حيز يشغل مكان فنقول له مادة والمادة نستطيع قياس كتلتها باستخدام ماذا حسنتم باستخدام الميزان ذو الكفتين إذن الآن هذه العبارة صحيحة أم خاطئة تزيل عبارة هذه خاطئة ليه لأنه نحن نستطيع أن نقيس كتلة الهواء الهواء له كتلة نقدر نستخدم الميزان ذو الكفتين ونحسب كتلته مثلا اللي في البالون فالعبارة عندي تقول لا يمكن قياس الهواء وهذه الجملة خاطئة طيب نروح لي السؤال الذي يلي أي مما يلي وحدة قياس حجم السوائل أعطاني أربع وحدات أنا قياس حجم السوائل باللتر أو بالصانتيمتر أو بالمتر أو بالكيلو متر إحنا لما نجي نشوف لبن كرتون اللبن الكبير طيب ونقرأ عليه السعة مكتوب واحد إيش تأتي مكتوب واحد لتر لأن السوائل تقاس باللتر طيب الصانتيمتر هذا نقيسه بماذا نقيس الطول طول كتاب المتر نقيس ماذا أيضا الطول أقول طول الثوب مئة صانتي أو واحد متر أو أقيس طول الباب أقول اثنين متر والكيلو متر أيضا قياس طول تقيس طول المسافة بين بيتكم والمسجد مثلا أو بين بيتكم والسوق المسافات الطويلة إذن هذه وحدات قياس الأطوال وهذه وحدة قياس حجم السائل طيب نأخذ السؤال الذي يلي كيف أصف المادة نقول المادة لها لون كل مادة لها لون ولها حجم ولها شكل وملمسها ممكن يكون ناعم أو خشن وأيضا لها رائحة وأيضا لها طعم إذا كان بعض المواد وليس جميعها بعض المواد لها طعم وبعض المواد لها رائحة فهذه الصفات خواص موجودة في بعض المواد نقدر نتعرف على هذه المواد من خلال هذه الخواص طيب نشوف مع بعض السؤال الذي يليه في نموذج الاختبار نبدأ بنموذج الاختبار السؤال الأول شي يقول انظري إلى جسام أدنى هذا جسمين ما الخاصية المشتركة في كل من الكرتين الطول ولا الحجم ولا الشكل ولا اللون أحسنتم يتشابهون في الشكل كل أشكالهم كروية يختلفون في الحجم حجم هذه أكبر وهذه أصغر ويختلفون أيضا في اللون طيب ننتقل للسؤال الذي يليه كيف تكون الجسيمات في الغاز مثلا في الهواء كيف تكون تكون متقاربة ومتراصة أو تكون متباعدة جدا وتتحرك بحرية أو جيم تنزلق الواحدة على الأخرى أو غير متباعدة وتتحرك بحرية الإجابة الصحيحة تكون معنا الجزيئات في الغاز قلنا كيف أحسنتم تكون متباعدة جدا وتتحرك بحرية الخيار الأول لأي أجسام أحسنتم للأجسام الصلبة والخيار جيم تنزلق بعضها على بعض هذا لأي حالة للحالة السائلة وهذه الخيرة الجملة خاطئة طيب نروح للسؤال الذي يليه ثلاثة ما الحالة التي يكون عليها الهيليوم داخل البالون هل يكون غاز أو يكون هواء أو يكون صل أو يكون سائل غاز الهيليوم يكون غاز حالة غازية لأن جزيئات متباعدة حرة الحركة السؤال الرابع يمكن أن يجذب المغناطيس أنواع محددة من المواد أي الأجسام تنجذب إلى المغناطيس هذا المغناطيس هل ينجذب الخشب أم البلاستيك أم الحديد أم الماء تزين المغناطيس يجذب المواد المصنوعة من الحديد السؤال الذي يليه خمسة لماذا يطفو طوق الإنقاذ فوق سطح الماء هل لأن كتلته كبيرة الطوق الذي نأخذه إذا جئنا نذهب نسبح في المسابح الطوق الذي نستخدمه هل لأن كتلته كبيرة هل لأن ثقيل أو لأن حجمه وكتلته متساويان أو لأن كتلته صغيرة وحجمه كبير أو لأن كتلته كبيرة وحجمه صغير أحسنتم إجابة الصحيحة عندنا أن كتلته صغيرة وحجمه كبير لذلك يبقى يطفو فوق سطح الماء السؤال ستة أي العبارات الآتية عن المادة صحيحة ألف المادة تتكون من دقائق صغيرة تسمى جسيمات لا أراها بالعين المجردة ب المادة أصلها الشمس جيم كل مادة يمكن رؤيتها دال كل مادة أصلها من الفضاء الجملة التي عندنا الصحيحة هي الجملة الأولى المادة تتكون من دقائق صغيرة الجسيمات الجسيمات هذه لا أراها بالعين المجردة شوف السؤال سبعة انظر إلى الشكل الميزان أدنى هذا الميزان ما خاصية المادة التي يقيسها الميزان يعني هذا الميزان يقيس ماذا يقيس الكتلة أم الحجم أم المغناطيسية أم الطول تزين يقيس لنا الكتلة بالجرام أو بالكيلو جرام السؤال رقم ثمانية انظر إلى صورة الشريط المتري أدنى هذا الشريط المتري ما الخاصية التي يقيسها الشريط المتري هل يقيس الكتلة بالشريط أو بالحجم أو الطول أو المغناطيسية تزين بالشريط نقيس الطول نقول مثلا خمسين سانتيمتر أو واحد متر طيب ننتقل للسؤال الذي يليه املأ الفراق في الجدوى الأدنى في وحدة القياس الصحيحة الطول نقيس بماذا أحسنتم نقيس بالمتر هذا رمزه أو بالسانتيمتر هذا رمزه طيب الكتلة نقيسها بماذا أحسنتم بالكيلو جرام للأشياء الكبيرة وبالجرام للأشياء الصغيرة كتلتها صغيرة طيب الحجم للسوائل عصير ما يبغى قيسه في كأس الوعاء كأس القياس أقيسه باللتر إذا كان كبير أو كثير السائل كثير وبالملي لتر إذا كان كمية السائل قليلة طيب ننتقل للسؤال الذي يليه السؤال رقم عشرة أضع علامة صح في المكان الصحيح في الجدوى الأدنى لكل حالة من الحالات المادة في الصلبة حجمه ثابت ولا غير ثابت تزين حجمه ثابت وشكله أحسنتم أيضا شكله ثابت طيب في السائل كيف حجمه أحسنتم حجمه ثابت طيب شكل السائل أحسنتم شكله غير ثابت يأخذ شكل الإناء وفي الحالة الغازية وفي الحالة الغازية حجم الغاز كيف يكون تزين غير ثابت وأيضا شكله غير ثابت إذن استعرضنا معكم استكملنا في درسنا اليوم مراجعة الفصل التاسع حلينا بقية التمارين وحلينا أيضا نموذج الاختبار إلى هنا نتوقف إحنا وإياكم إن شاء الله نلتقي في درس قادر سجعكم الله الذي لا تضيع وداع في أمان الله